أذهب بكم إلى صفحة 426 إنه الحديث الثالث من الباب الذي عنوانه من يهم بالحسنة أو السيئة حديث مهم جداً 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 بسنده بسند الكليني عن عبد الله ابن موسى بن جعفر عن أبيه عبد الله هذا هو من أبناء إمامنا الكاظم يحدثنا عن أبيه الكاظم صلوات الله عليه عن عبد الله ابن موسى بن جعفر عن أبيه قال سألته عن الملكين عن الملكين الموكلين بالإنسان عن ملك الحسنات وملك السيئات عن ملك الطاعات والقربات وعن ملك المعاصي والمبعدات سألته عن الملكين هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسنة فقال ريح الكنيف وفي وريح الطيب سواء عبد الله يسأل إمامنا الكاظم يسأل أباه عن الملكين هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسنة هل لهما من علم بالسيئات والحسنات إذا ما نوى العبد قطعا إذا فعل العبد فإن الملكين سيعلمان لأنهما ينظران إلى العبد وهو يفعل حسنته أو يفعل سيئته ولكن قبل أن يفعل إذا ما نوى أن يفعل السيئة أو نوى أن يفعل الحسنة سؤال عبد الله عن هذا سألته عن الملكين هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسنة الإمام سأله ريح الكنيف الكنيف بالوعة بيت الخلاء بالوعة المراحط فقال ريح الكنيف وريح الطيب العطور المسك الروائح الطيبة ريح الكنيف وريح الطيب سواء قلت لا قال إن العبد إذا هم بالحسنة فإذا فعلها خرج نفسه طيب الريح فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال صاحب اليمين هو صاحب الحسنات وصاحب الشمال هو صاحب السيئات فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال قم فإنه قد هم بالحسنة فإذا فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده فأثبتها له فإذا فعلها كان لسانه قلمه لسان العبد وريقه مداده الحبر فأثبتها له وإذا هم بالسيئة خرج نفسه منتن الريح فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين قف فإنه قد هم بالسيئة هذه مسؤولية فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده وأثبتها عليه الملائكة تعرف نوايانا هل هي حسنة أم هي سيئة من روائحنا ولذا فإن الأحاديث الشريفة تقول لو أن الناس يشمون روائح أعمال بعضهم لما استطاع أن يجتمع اثنان لتفرق الناس لأن الروائح القبيحة تملأ الأرض من أعمال الناس القبيحة ومن نوايانا القبيحة من رحمته أن جعل الناس لا يشمون هذه الروائح أما الملائكة يشمون هذه الروائح فإذا ما نوينا نية حسنة فاضت رائحة طيبة منا يعرفها الملائكة وإذا ما نوينا نية سيئة فإننا سنقرف الملائكة بروائحنا الكريهة من هنا فإن أعمتنا يقولون لنا لا تقرف الملائكة بالروائح الكريهة لا تؤذو الملائكة فإن الملائكة يشمون روائحكم روائح النوايا وما يصدر من أعمالنا هناك أمر دقيق جدا تحدثت هذه الرواية الشريفة عنه حينما ننوي نية حسنة تفيض رائحة طيبة منا وحينما نباشر العمل بها نباشر العمل بتلك النية الطيبة فإن الملك المسؤول عن تسجيل الحسنات سيثبت الحسنة التي قمنا بها عمليا ولكنه كيف يثبتها يثبتها بقلم هذا القلم لساننا وبمداد هذا المداد ريقنا هذا التعبير تعبير مقرب أقرب لكم الأمر بمثال في تحقيق الجرائم الآن كيف يحققون ألا يبحثون عن آثار بصمات مثلا عن آثار دم عن آثار ريق يبحثون عن أي آثر وإذا احتاجوا لفحص الديان اي فإنهم يأخذون من ريق الإنسان لفحصه وللتحقيق في هذا الموضوع لماذا؟ لأن الجريمة هذه وهي فيزيائية ترابية دنيوية آثار الإنسان وبصماته ستبقى معلقة بها وعليها الملائكة ينظرون إلى ما هو أبعد من ذلك عمل الإنسان حتى وإن تلاشت آثاره ومكوناته الفيزيائية الترابية في العالم الدنيوي لكنها في عالم الملكوت في عالم الحقيقة تبقى وحينما تبقى فإن آثارنا ستكون موجودة وبنحو أقوى من آثار البصمات وآثار قطرات دم أو شيء من ريقنا أو من شعرنا أو من أجزاء جلدنا وغير ذلك أعمالنا في الحقيقة نحن الذين نكتبها الملائكة مشرفون تكتب الأعمال بألسنتنا والمداد من ريقنا بعبارة أخرى إننا ننوي النية أكانت حسنة أم كانت سيئة ثم نعمل العمل بأنفسنا النية صدرت مننا من عند أنفسنا والعمل نقوم به أكان حسنا أم كان سيئا نحن الذين نقوم به وبعد ذلك نحن الذين نثبته في سجل الأعمال في صحيفة أعمالنا الملائكة غاية الأمر يشرفون على هذا النظام هذه المنظومة تشرف عليها الملائكة هناك ملائكة الحسنات وهناك ملائكة السيئات الكتابة بألسنتنا والمداد من ريقنا كل هذا تعبير على أننا نحن الذين نوينا ونحن الذين فعلنا ونحن الذين أثبتنا أعمالنا بأنفسنا الرواية دقيقة ودقيقة جدا أعيد قراءتها عليكم عبد الله ابن إمامنا الكاظم يسأل إمامنا الكاظم صلوات الله عليه عن الملكين هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسن الإمام سأله ريح الكنيف وريح الطيب سواء قلت لا قال إن العبد إذا هم بالحسنة فإذا فعلها خرج نفسه طيب الريح فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال قم فإنه قد هم بالحسنة هذه العبارة فإذا فعلها إما أن تكون مزيدة هنا أو فإذا فعلها فإذا فعل الحسنة أن جاء بها بحدود قلبه ويبدو أن الزيادة من الرواد إن العبد إذا هم بالحسنة فإذا فعلها خرج فإذا فعلها فعل النية على سبيل المضمون الداخلي أو أن الجملة مزيدة من الرواد فإذا فعلها خرج نفسه طيب الريح فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال قم فإنه قد هم بالحسنة فإذا فعلها كان لسانه قلمة وريقه مدادة فأثبتها له أثبتها له الملك إشرافا لأنه في الحقيقة هو الذي أثبتها لنفسه وإذا هم بالسيئة خرج نفسه منتن الريح فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين قف فإن الأمر لي فإنه قد هم بالسيئة فإذا هو فعلها كان لسانه قلمة وريقه مدادة وأثبتها عليه بإشراف الملائكة الذين يشرفون على ضبط حسناتنا وسيئاتنا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر